لا صوت هنا يعلو فوق التلبية بلغات ولهجات عديدة جاء الحديق من كل حدب وصوب آملين في مغفرة رب العالمين الرحمة هو اسمه وعرفاته هو مكانه والأبيض هو لونه قد يكون مجرد جبل من الحجارة إلا أنه لكل مسلم في هذا اليوم الجليل المكان الذي تنزع فيه كل الأقنعة ويغسل الحقيق أرواحهم وقلوبهم بدموع التوبة والاستغفار منذ فجر اليوم زحف الحقيق إلى صعيد عرفات الطاهر ثم أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد ناميرا اقتداءاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستماع لخطبة يوم عرفة بين جنبات الموضع الذي شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في هذه السنة قد فعلت ما فردت في حج الماضية وكما قلت في حج الماضية ما استطعت إتيان إلى هنا لزحان الكريم الكبير ولا في هذه السنة قد أخذت دروس من حج القبلي وأتيت مبكراً ولم كنت أزن أن أستطيع أن أطلع عليها والله أشعر بسعادتي وشعوري لا يمكن أن أصف بكلمات أول مرة إحساس بصراحة أنا من الفرحة مش مصدق اللي أنا فيه إحساس بقولك ماي يعني ما يتوصفش من الفرحة وسعادة والناس حولينا ولبايك الله ولبايك والحجاج والسعي والعدد الكبير يعني حاجة جميلة جداً رب ينزل كل مشتاب أول مرة نيجي هنا وشعوري يعني شعور شعوري بالمغفرة بالرحمة بالمحبة بالودة يعني لا لا نقدرش نوصف لك الشعور يعني يقول لك يعزز اللسان على التلمات ويوم عرفة من أعظم أيام الله وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين وقعله الله مقدمة ليوم النحر ففيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة وهو أعظم مجامع الدنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة